كمان بس أنا عايز أروح لحتة تانية يا دكتور معلش بعد إذن حددك وهي العامل اللي جنب الرياضة يعني أنا دلوقتي لو اللاعب من صغر وخادر رياضة أنا محمد عجبني قال لي إيه في البداية قال لي والله أنا محدش ضغط علي في اللعبة خلص أنا حبيت اللعبة وكنت بروح مع بابا وماما وابتاع حبيت اللعبة بس لو حداك كنت من الأول جيت قلت له عشان دالي بقول الجانب اتأخر من الرياضة لو جيت أكبرته ألزمته بتهالي محمد مكانش هيبقى كده يعني يعني ولأي رأيك هكلام ده محمد هل لو أن أكبرتك عبيضة هتبقى كده؟ ما حاجة في اللعبة تحسنك بتستمتع جميل الله الله جميل صحباً استمتع وانت بتلعب سلاح محمد؟ طبعاً تلبس اللبس والبدلة البيضة طبعاً في لحظات بتكون لحظات ضغط وتنشانة وتركيز لكن الأغلب بيكون استمتعاً بتخرج منها بالاستمتع وده وده اللي بيولد الإبداع يعيني عليك محمد هو ده اللي بيدي إبداع في المرعب أنت تلعب لا تلعب تلعب أنت حابب فهتلاقي نفسك بتبدأ أستنى بعمل حاجة حلوة بحاجة حاببها برافو عليك وده يخليك يعني يحصل لك ريليز من البرشور اللي أنت بتتعرض له البرشور الجامد وخف من المرشاط لو أنت بتستمتع مش هابي فيه طبعاً فيه جهاز كبير بيسعيدني في ده يعني فيه طبيب نفسي مين؟ المنت الكوتش شغال مع دكتور محمد صفي ممتاز طبعاً بيسعيدني كتير جداً تتعرضين الفتنس اللي أنا شغال معاهم كل دول مع بعض بيعملوا منظومة أنك في الآخر يكونولك الإبداع اللي أنت شايفه أنت عيناك كلها يعني مليانة حب وشغف هذا اللي عجبني باشو الله فيك يا محمد بجد أنت من رياضين اللي اللي استدفتهم اللي حاسس في عينيب شغف وحب يا جماعة أنا هنا أنا هوريك أنا مين؟ طب قل لي يعني يمكن أنت طلعت ولعبت لعيبة أوكران وروس ولعيبة أوروبيين وفرنسويين ولعيبة أكتار شايف أن هم يفريقوا عننا أيه؟ زمان كانت أعتقد أن اللعيبة بتخسر نفسياً أكثر ما بتخسر سلاح أنا أول تاني بطولة عالم لعبتها كانت في بولندا بطولة عالم نانشيئين 2019 كنت بلعب المجموعات لسه كسبت خمس ماتشات وكان بقيت آخر ماتش مع لعيب من روسيا أنا قبل الماتش كنت أصغير نزل لعب لعيب من روسيا اتوترت وخفت هو طبعاً في سلاح أنا شايف أنا دراتي أقول أنه هو أقل مني بكتير جداً بعد مهديد بقى وبقى مهديد أقل مني بكتير جداً اللعيب ده ده اللي أنا لعبته في دول الأربعة في نص النهائي في بطولة اللي أنا جابت فيها كسبته 15-5 تقريباً صحيح يبقى الموضوع كان نفسي اللعيبة السلاح كانت بتخسر في فرق أن اللعيب رايح حطت في دماغه حطت في دماغه حطت التصور في دماغه أنه هيروح يتصور بالمدالية هيروح يقف على البوديوم هيروح يلعب نهائي وفيه لعيب ثاني رايح لسه بيفكر في المجموعات وفيه لعيبة كانت زمان بتسافر دماغه مش في البطولة أصلاً فهو العامل الأساسي بالنسبة لي الدماغ العقلية بتاعت اللعيب صح هي دي العقلية هي اللي بتوجيهك هي اللي بتصور لك أن كل حاجة ممكنة هو ده الأساسي يعني تعرف إن محمد صلاح لعيب الكرة الكبيرة العظيم بتاعنا قال نفس كم تبتقول قالك اللي بيتطور أداء الواحد المنتل يعني المنتل شغلك على عقلك وعلى إمكاناتك الزهنية هو ده اللي يتطورك في الملعب مش أن انت تجيب الكرة كده ولا تجيب السلاح كده فانت واضح أن انت شغال منتل على تماجك قوي يعني بتقعد يعني طب قولي يعني مفيش لحظة كده قعدت قلت لها يا جماعة أنا خلاص ذهقت 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 لا خلاص لكن لكن ما حصلتش طبعا أنت حبيب اللعب ما حصلتش طيب إيه اللحظة لكن فيه فعلا ممكن مش ذهقت ممكن أفقد شغف إحساس البطولة من كتر البطولات يعني زي ما بقول حدثتك بلعب تحت عشرين وتحت عمومي ممكن فعلا في فترة نبتنكس عالم عشرين وراكس عالم سينيور وراكس عالم عشرين ممكن في لحظة تنطفي بس إيه الشغف بتاع البطولة ينطفي الشغف ينطفي الشغف بس إنما بزهقت لا أنت إيه بقى إتقلاب تلمشين بس الكلام بس الكلام بس الكلام بس الكلام بس الكلام لا ما يطلعش من الشاب عنده تسعة عشر سنة ماشاء الله لكن إنه زهقت دي لا مفيش زهقت مفيش زهقت الدين اسلاح كمان ولا معاك الدين اسلاح ولا معاك أنا مش هزيبك ربنا وفاك بس الكلام